بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن ال-MPLS Traffic Engineering ال-MPLS Traffic Engineering هندسة حركة البيانات في شبكة ال-MPLS هندسة حركة البيانات وهي واحدة من التطبيقات الخاصة بـMPLS والتي من الممكن تفعيلها والتعامل معها في شبكات ال-MPLS نستطيع أن نرى عملية هندسة حركة البيانات بوضوح مع بروتوكولات التوجيه والتي من خلالها يقوم كل بروتوكول توجيه باستخدام ما يعرف بالمترك حيث أن كل بروتوكول توجيه يملك نظام مترك خاص فيه يتمكن من خلاله من تحديد أفضل مسار لدينا المثال التالي عندي أنا هنا الراوتر واحد والراوتر سابعة والراوتر ثمانية والراوتر ستة الراوتر واحد والراوتر ستة عندهم مسارين المسار الأول من خلال الأو سي ثلاثة والمسار الثاني من خلال الأو سي اثناش الأو سي هي اختصار لأوبتيكال كاريير نقدر نقول عليه معيار من معايير كيابل الألياف الضوئية والأو سي ثلاثة يقوم بنقل البيانات بسرعة مية وخمسة وخمسين دوت اثنين وخمسين ميجا بايت أما الأو سي اثناش فهو يقوم بنقل البيانات بسرعة ستمية وثنين وعشرين دوت ثمانية ميجا بايت الآن عندنا سؤال هنا ما هو أفضل مسار لإرسال البيانات من الراوتر واحد إلى الراوتر سبعة الجواب سوف يكون أنه في حال كان بروتوكول التوجيه يعتمد على البندوث كنظام متريك عندها سوف يتم اختيار المسار من الراوتر واحد إلى الراوتر أربعة إلى الراوتر خمسة إلى الراوتر ستة إلى الراوتر سبعة كون أن سرعة نقل البيانات في الأو سي اثناش أعلى بكثير تقريبا ستة ضعاف سرعة نقل البيانات في الأو سي ثلاثة طيب سؤال ثاني ما هو أفضل مسار لكي يتم من خلاله إرسال البيانات من الراوتر ثمانية إلى الراوتر واحد الجواب سوف يكون من الراوتر ثمانية إلى الراوتر ستة إلى الراوتر خمسة إلى الراوتر أربعة ومن ثم إلى الراوتر واحد كذلك نفس الفكرة لو الراوتر سبعة حيرسل البيانات إلى الراوتر واحد رح يصلك المسار اللي هو يمثل سرعة الأو سي اثناش من الراوتر ستة إلى الراوتر خمسة إلى الراوتر أربعة كذلك الراوتر واحد لو حاب يرسل بيانات إلى الراوتر ثمانية أيضاً حيسلك المسار الراوتر أربعة راوتر خمسة راوتر ستة ومن ثم الراوتر ثمانية وهنا لو فكرنا قليلاً سوف نرى أن كل من الراوتر أربعة والراوتر خمسة يتم استخدامهم بشكل مستمر في شبكة الامبيلس أو عبر الشبكة مما يتسبب في حصول ضغط لهذه الراوترات والمسار الذي يربط فيما بينها بينما في المقابل نجد أن الراوتر الثنين والراوتر الثلاثة لا يتم استخدامهم مطلقاً في عملية الاتصال وتبادل البيانات عبر الشبكة وهذا يعتبر هدر لموارد الشبكة لأنه لا يتم استغلال هذه الراوترات ولا يتم استخدام المسار OC3 الذي يربط فيما بينها والذي يتم الدفع في مقابله فما الحل لهذه المشكلة؟ الجواب هو أن الحل يتمثل في استخدام هندسة حركة البيانات الخاصة بالامبيلس وفي هذا السيناريو سوف نستخدم حل يطلق عليه بالفش أو حل السمكة سمي ذا فش أو السمكة لأنه بيشبه شكل السمكة زي ما هو واضح أمامنا الفكرة هنا أنه رح يتم إنشاء نفقين كلاهما يربط ما بين الراوتر 6 وطبعاً رح نبدأ بالراوتر 6 ورح نجعل التستي نيشن هو الراوتر 1 ويتم تطبيق load share مشاركة عملية نقل البيانات مسار النفق الأول رح يكون من الراوتر 6 إلى الراوتر 5 إلى الراوتر 4 ومن ثم إلى الراوتر 1 مسار النفق الثاني رح يكون من الراوتر 6 إلى الراوتر 3 إلى الراوتر 2 إلى الراوتر 1 صحيح أن السرعات النفقين أو السرعة الخاصة بالنفقين مختلفة وإحنا عندنا OC3 والثاني OC12 ولكن الAMPLS يدعم التكلفة الغير متساوية للمسارات التي يتم توزيع بيانات الارسال عليها وبعد أن يتم إعداد الأنفاق على الراوتر 6 سوف نحتاج أيضا إلى إعدادها على الراوتر 1 بشكل معاكس لدعم تدفق حركة البيانات أثناء إرسالها من الراوتر 1 إلى الراوتر 6 يعني نروح على الراوتر 1 وننشئ النفق الأول من خلال الراوتر 2 إلى الراوتر 6 ومن ثم ننشئ النفق الثاني من الراوتر 4 إلى الراوتر 6 بهذه الطريقة بعد أن أنشئ كل النفقين على كل الراوترين وبمجرد الانتهاء من إعدادات الأنفاق على كل الطرفين عندها سوف تتم عملية تبادل البيانات من خلال المسارين من خلال توزيع جهد الإرسال على كل المسارين اللي رح يكونوا على شكل نفقين مما يسرع في عملية نقل البيانات والاستغلال الأمثل للمسارات والراوترات المتوفرة في شبكة الـ MPLS تانا الواحد وتانا الاثنين ويتم توزيع البكتز عليهم وبذلك نقدر نشوف أن احنا استغلينا جميع الراوترات المتوفرة عندي الراوتر 2 وراوتر 3 وراوتر 4 وراوتر 5 واستغلينا المسارين سواء كان المسار OC 3 أو OC 4 طبعا هذا رح يعود أو عفوا OC 3 و OC 12 وهذا طبعا بسرع عملية نقل البيانات ويعطيني كفاءة واستغلال أفضل للشبكة اللي موجودة عندي إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته